أحبتي أبشركم وأقسم لكم بالله ثلاثاً أن هذا الوباء سينتهي لا محالة لا محالة لأنه من سنن الله ألا يطول بلاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سنن الله أن البلاء وقته قصير ولكن أحبتي كورونا سينتهي لا محالة ولكن سألتكم بالله ثلاثاً سألتكم بالله ثلاثاً إذا انتهى وباء كورونا لا تعودوا بعدها إلى الربا إذا انتهى وباء كورونا لا تعودوا بعدها لإرسال بناتكم إلى الاختلاط سألتكم بالله ونحن اليوم يمتنع الرجل أن يسلم على الرجل وتمتنع الفتاة أن تسلم على الرجل خوفاً من كورونا سألتكم بالله كونوا على ما أنتم عليه أيتها النساء كونوا على ما أنتم عليه بعد كورونا الناس التي أصدحت تخاف اليوم من الموت وتصدع المستحيل من المعقمات ومن المقايا خوفاً من الموت سألكم بالله ابقوا على ما أنتم عليه بعد كورونا المساجد التي نزلت الدموع شوقاً إليها بعدما أغلقت اعلموا أنها كانت فارغة في صلاة الفجر قبل كورونا فابكوا عليها بعد كورونا سألتكم بالله هذا الحال من الإيمان هذا الحال من التقوى هذا الحال من الخوف هذا الحال من الهنع هذا الحال من القرب من الله والخوف من الموت اثبتوا عليه بعد كورونا والله ستكون الدنيا بخير اليوم الناس كلها تطلب السماح من بعضها البعض والكل يرسل للآخر سألتك بالله سامحني سألتك بالله أعفو عني كورونا سينتهي لكن لا تعود لقطيعة الأرحام بعده لا تعودوا للربا بعده لا ترسلوا أباءكم وأمهاتكم بعد كورونا إلى دار المسنين بعد كورونا الدول العظمى التي سقطت اليوم ليس بفعل قنبلة درية سقطت اليوم الدول الكبرى أقوى دول اقتصاد وقوة عسكرية في العالم سقطت ليس بفعل صواريخ عابر القرات وإنما سقطت بفعل فيروس لا يرى بالعين المجردة هؤلاء هل سيبقون على ما عليه؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف السوريين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف الغزيين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف اليمنيين؟ أين الأخبار العاجلة التي كنا نسمعها عن قتل العراقيين؟ كل العالم صمت عن الظلم وعن القتل وإن طفل السوري الذي قال قبل أن يستشهد قال سأخبر الله بكل شيء قال قبل موته طفل صغير ثمان سنوات قال سأخبر الله بكل شيء انظروا للعالم اليوم انظروا للعالم اليوم الظالم والقاتل خائف من فيروس أتمنى أن يبقى خائف إلى يوم القيامة أتمنى بعد كورونا أن لا تعود القنابل والبراميل المتفجرة تسقط على أهلنا في سوريا أتمنى أن لا يجوع أهل اليمن بعد كورونا أتمنى أن لا يصاب ولا يموت طفل من الجوع في اليمن كل ساعة بعد كورونا أتمنى أن تبقى البشرية على ما هي عليه بعد كورونا أحبتي ختاما أقول أين الفنانين الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا أين الراقصين والراقصات الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا أين الفنانين والمغنين الذين بلغت مشاهدات أغانيهم الهابطة ملايين ومئات ملايين المشاهدات نرجو منهم الآن أن يحلوا لنا مشكلة كورونا نرجو من الذين يتصدر الإعلام مشاهدهم ولا نسمع في إعلامنا الكاذب إلا أخبار الفن وأخبار المشاهير وأخبار الرقص تعالوا تعالوا بنا بهم جميعا هتوهم لنا ليعالجوا لنا مرض كورونا كلهم اختبأوا في جحورهم وأصبحوا يطلبون دعوة شيخ وقراعة قرآن من مصلح وأصبحوا يرتجون وصفة لطبيب ولعلاج لطبيب راتبه أقل راتب في الوطن العربي وأيضا أطباءنا الذين نرتجي منهم اليوم أن يعالجوا لنا مرض كورونا كلهم هجرناهم إلى أوروبا كلهم هجرناهم إلى أوروبا ليشتغلوا في المستشفيات الأوروبية الآن أصبحت قيمة للشيخ وأصبحت قيمة للطب وأصبحت قيمة للتقافة أدعو العالم الذي أنفق كل مزانياته كل مزانياته على العسكر وعلى القنابل وعلى المدافع وعلى الأسلحة العسكرية الآن العالم يرتجي أن يدفع مال الكون كله وبترول الكون كله من أجل أن يعالج فائر الصغير لا يرى بالعين المجرد ربنا ربنا قد عرفنا قدرنا يا رب نشهدك من فوق سبع سماوات أننا عرفنا قدرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا كانت أوروبا تقول انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء قلتموها الآن قلتموها الآن منذ أن خلق الله السماوات والأمر متروك للسماء لكن ظلمكم وكبركم نمتم فيه وغرقتم يا رب قد عرفنا قدرنا فلا تطل علينا البلاء يا رب عرفنا أننا ضعفاء يا رب عرفنا أننا فقراء يا رب عرفنا أنك الجبار يا رب عرفنا أنك القهار لكننا نعلم ونعرف أنك الرحمن الرحيم فيا رب لا تعاقبنا بدنوبنا ولا تعاقبنا بأعمالنا يا رب عم البلاء بيوتنا يا رب عم البلاء بلادنا يا رب فقدنا أهلا وأحبابا بفعل هذا الوباء يا رب نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفعه عننا يا رب لا يأتي رمضان إلا وفتحت مساجدنا يا رب لا يأتي رمضان إلا وقد عدنا إلى بيت الله الحرام معتمرين مهللين نعترف بين يديك أننا ضعفاء يا رب سنعود بين يديك ظننا بك أنك ستعيد لنا المساجد ستعيد لنا المسجد النبوي يا رب ظننا بك وأنت قلت أنا عند ظن عبدي بي يا رب ظننا بك أننا في رمضان سنصلي ونعتمر في المسجد الحرام فيا رب لا تطل هذه الغمة يا رب لا تطل هذا البلاء يا رب عودة إلى ما كني عليه من حياتنا الطبيعية لا مرض ولا وباء ولا هلع ولا خوف يا أرحم الراحمين